في مراكز الاعتقال الجماعي في تركستان الشرقية كل مرة يزداد عدد المعتقلات عدد المراكز فلماذا؟ فهذا يرجع إلى سببين السبب الأول الصين من الناحية التكنولوجية تريد أن تخفي جرائمها في البلاد فمجموعة من الشباب في الولايات المتحدة عبر التكنولوجيا الرقمية بحسوا وقارنوا وأنتجوا وأعلنوا النتائج في الفترة الأخيرة هذا من ناحية من ناحية أخرى بين الحزب الشيوعي الحاكم في الصين هناك صراع فمن هذا الصراع نحن نستفيد فمن لا يحب سياسات الرئيس الحالي شي جينغ فن يصرب هذه الوثائق ويعملها منشورا في هذا العصر موضوع التكنولوجيا موضوع حساس لا أحد يشك في قدرة هذه التكنولوجيا فلذلك نحن نستفيد من التكنولوجيا إلى أقصى حد ممكن فلذلك أعلنت أو كتبت عدة مقالات في هذه القضية في الصحافة المشهورة في العالم الغربي أو في العالم على الأقل فلذلك لابد أن نستفيد من تكنولوجيا حتى نفضح العذاع موقف المجتمع الدولي ما زال ضعيفا ولكن في الدول الغربية هذا الموقف يتقوى من يوم إلى يوم ليتقدم الصين للإفراج أو ليغير هذا السلوك إلى الأحسن لابد أن يتحرك العالم العربي والإسلامي لأننا نحن كشعب تركستاني مسلم فلذلك نحن جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي مساعدات الدول الغربية لحل هذه القضية لا تكفي الدول الغربية أو نقول دول الاتحاد الأوروبي ما يزيد على 27 دولة في مقابل دولة كالصين فهذا يبقى إلى حد غير نافع فلذلك لابد أن يتحرك الدول الأخرى ونحن كشعب تركستاني ننتظر مصاعدات مواقف إيجابية من إخواننا في الدول العربية والإسلامية